اشتركوا في القناة وخلال اجتماع لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني بحثت الوفود متابعة الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بنعدام الجنسية والنزاعات والحروب وما يتعرض له اللاجئون هذا وقدم وفد الشعب البرلمانية خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الأمم المتحدة اقتراحا بإنشاء لجنة دائمة من الإداريين العاملين في البرلمانات الوطنية مع منظمات الأمم المتحدة وذلك لتعزيز التواصل والتعاون والتنسيق بشأن القضايا والموضوعات على الساحة العالمية كما التقى عضاء الوفد البرلماني عددا من الأمناء العامين للبرلمانات العربية وذلك علىها مش اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية مؤكدين أن التطور الذي تشهده أنظمة الدعم والمساندة التي توفرها الأمانات العامة للبرلمانات يعكس الحرص والاهتمام بإبراز العمل التشريعي هذا وتطرق الوفد خلال اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى الإجراءات الفريدة التي اتخذتها مملكة البحرين في تطبيق التدابير الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا ما يؤكد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز حماية المواطنين والمقيمين